ايو يا عزيزي فيديو النهاردة امراجع لان احسن فيديو عندي في القناة هو مراجعة فانعدك مراجعة عن حاجة جمد مش هتحتاج معك ايو يا عزيزي فعلا انت مع المعالج ده مش شرط تجيب كرت الشاشة لان معالج ده جوة كرت شاشة وهو اقوى كرت شاشة في العالم موجود جوة معالج وكمان بيعدي معاك الستين فبي اس وفي لعاب الكمبيتاتيف بيعدي معاك الميت فريم مستريح00 وطبعا اكيد كلكم عرفته او معرفتوش عادي يعني ان فيديو النهاردة هو مراجعة معالج الرايزن سيفن تمنتلاف سبعمية جي. طبعا نتكلم عن مواصفات المعالج. مواصفات المعالج بيجي معنا النهاردة بتمنى انوية وست اشر مصار. بتاعه او سرعته اللي ابتدائها اربعة بوينت تو جيجي هيرتز. والبوست او سرعته النهائية او سرعته الكسوى. خمسة بوينت جيجي هيرتز. المعالج ده بيجي باستاشر ميجا بايت. وكمان بسحب بطاقة خمسة وستين وقت. المعالج ده بيدعم الرايزن اي اي بمعنى انك البرامج اللي بتستخدم الزكاة الاصطناعي زي برامج ادوبي وبرامج مايكروسوفت وبرامج بنج بقت بتستخدم المعالج ده وحطيلك قائمة البرامج دلوقت. المعالج بيدعم كسر السرعة والمعالج جاي بضقة اربعة نانو ميتر. وحابب اقول لك برضو ان المعالج ده بيجي معايا يعني مش هتحتاج تشتري له مبرد اطلاقا وهتعرفوا درجات الحرارة بعد شوية. حابب اقول لك حاجة ان القناة الحمد لله وصلنا لحوالي اتنين وعشرين الف مشاهدة بس للأسف ده خبر وحش. لان حاليا كل المشتركين عندي في القناة وهم تلتمية تلاتة وخمسين مشترك وايو انا عديت التلاتة وخمسين واحد. فانزل اشترك في القناة عشان تساعد في نشر الفيديو. هنتكلم عن كارت الشاشة المدمج جوه المعالج واللي هو اصلا ما خليني اعمل عنه المراجعة واللي هو الريديون سبعمية وتمانين ام. كارت الشاشة ده بيجي ب 12 كومبيوت يونيت الانوية سرعتها 2900 ميجي هرتز. طبعا لو انتم مش فاهمت كل المواصفات دي انا عامل فيديو بشرح عنه بكل الكلام ده. هتلاقيوا فيديو هنا بتاع المعالج وفيديو برضو هنا بعديه بتاع كارت الشاشة. طبعا احنا هنا اتكلمني عن كل المواصفات التقنية. اقول لا اعتقد انك ما فهمتش منها حاجة عزيزي. او لو فهمت منها حاجة انزل كتابي لي في تعليقات وفرحني. دلوقتي هنتكلم عن اداء المعالج في البرامج وهنقرنه وبعدين اداءه في الالعاب. فاول برنامج هنختبر في المعالج ده وهو السينا بنش الفين اربعة وعشرين وهنقرنه مع اقرب معالج لي في السعر وهو الكور اي فايف 14 600 كي واللي هو بيجي باربعتاشر كور وعشرين اول حاجة في سينا بنش الفين اربعة وعشرين. المعالج لما انقرنه مع الكور اي فايف. الكور اي فايف هيجيب مية وستاشر نقطة على السنجل كور سكور. والرايزن سيفن هيجيب خمسة وتسعين نقطة على السنجل كور سكور برضو. بمعنى ان الكور اي فايف اقوى في اداء النواة الواحدة بتسعتاشر في المية. وبالنسبة للانواية المتعددة زي من موجود دلوقتي قدامكم فالكور اي فايف اقوى بالنسبة للرايزن سيفن بنسبة سبعة وعشرين في المية. طبعا في اختبارات تانية بالنسبة للاداء المعالج لكن انا مش حابب اعملها لانه النتائج كلها واحدة. فبالتالي هنخش على بعده. فبالتالي استنتاجنا ان المعالج مع مقارنة مع حاجة في نفس سعره. فالمعالج اضعف كمعالج نفسه. ما بتكلمش على كارت الشاشة اللجوة. كارت الشاشة اللجوة. جيل لك يا عسل. ماشي? بل معالج نفسه اضعف بنسبة عشرين في المية بالنسبة للمعالجات اللي في سعره. ولكن مش تسكيب الفيديو دلوقت لانه بقول لك انه اضعف بعشرين في المية لانه لسه نقاط القوة جاية وبقوة. فهلا بينا نخش في اداء الالعاب هنبدأ باول لعبة واللي هي المفاجأة السايبر بانك الفين سبعة وسبعين. طبعا هنلعب سايبر بانك الفين سبعة وسبعين ثلاثة. طبعا حابب بنوع على حاجة وهو ان في الالعاب التنفسية اغلب الالعاب هتشتغل معاك فوق المية اربعة واربعين فريم مستريح معادة لعبتين. وهم اكيد العقة فورتنايت والعقة كولوف ديوتي وورزون. طيب خلاص احنا شفنا اداء المعالج بالنسبة للبرامج الاحترافية وانتاج المحتوى بالنسبة للالعاب. دلوقت هخناع قليل المعالج ده لو انت حبيت تجيبه هو احسن اختيار. اولا المعالج ده لو جيت تقارنه مع معالج وكارت الشاشة هيتقارن بالكور اي فايف اربعتاشة ربعمية اف او طلعتاشة ربعمية اف لان هم فرقة بسيط جدا ما بين بعض. مع كارت شاشة الجي تي اكس الف ستمائة وخمسين. فان هقارن لك دلوقت السعر وهقناعك ليه انك تجيب المعالج ده ما تجيبش الكورو اي فايف معه الجي تي اكس الف ستمائة وخمسين. اول حاجة لو هنتكلم عن السعر فسعر المعالج ده تلتمائة وتلاتين دولار. هنحط له رماد دي دي ار فايف بسعة ستتاشر جيجا بايت بسعة خمسة الاف ستتمائة ميجي هيرس بسعر اتنين وسبعين دولار. وهنشتري له بستمائة وخمسين ام بسعر مية وتعتاشر دولار. كده التوتل خمسمائة واحد وعشرين دولار اللهم خمسمائة وعشرين دولار يعني. بالنسبة لتجميعة الاي فايف احنا مسلا هنختار الاي فايف طبعا اربعتاشر وبعمية اف ومعه سبتاشر جيجا بايت رام دي دي ار فور طبعا سعر المعالج ميتين وعاشرة دولار وسعر ارامات اربعين دولار وهنحطهم مع بورد بي سبعمائة وستين ام بسعر ميت دولار وكارت شاشة جي تي اكس الف ستمائة وخمسين بسعر مية وتمانين دولار. كده التوتل بتاع تجميعة انتل وهو خمسمائة وتلاتين دولار. طبعي بصوا بقى سيليكونيين. فكده تجميعة انتل اغلى وبنفس اداء تجميعة الريزن. طبعا انا ليه بنقنعك دلوقت ان تجميعة الريزن احسن. هقنعك بالوقت بكل حاجة وطبعا ما تنساش ان فيها ايوم. اول حاجة ليه تجميعة الريزن احسن? لان طبعا انت المقطعة وما تشتريهاش لان هي بتدعم الكائن المحتاج. دي حاجة. تاني حاجة بقى بالنسبة للاهدايا قلنا الاداء بتاعهم الاتنين زي بعض بالزبط. تالت حاجة انت لما تشتري تجميعة هيكون معاك رماد ببرضة احدث. بكمان قابلية تحديث لان الريزن معروف آآ سوكت قاعد معانا خمس سنين. يعني خمس اجيال ينفع تركب عليك كل المعالجات اللي بتنزل. وبالتالي انت تتوقع مسلا معاك تلت اربع سنين على اقل مع السوكت ده اللي هو تلت اربع اجيال بتشغل عليهم معالجات احدث واقوى بكتير. فقابلية التحديث احسن. وزي ما قلنا اللي هي احدث حاجة. وبالنسبة لانتل زي ما قلت لك انه وغالبا غالبا ده اخر جيل الجيل الاربعتاشر على البوردة. ده غير طبعا يا عزيزي انك نسيت ان احنا ما حطناش كارت الشاشة بالتالي انت ممكن في المستقبل تحط كارت الشاشة على المعالج ده ويقلب لك التجميع على تنين خارق. وبالتالي المعالج هيشتغل مع كارت الشاشة الداخلي ومع كارت الشاشة الخارجي لانه زي ما قلت لك بيدعم فهيبقى كومبو جامد جدا. وزي ما قلت لك انك مش هتحتاج تجيب مبرد وكارت الشاشة والمعالج قابلين لكسر السرعة وان شاء الله ممكن في المستقبل انا ستلكم فيديو هتاخد فرقة ده قد ايه لما تكسر سرعة المعالج ده. طيب هنتكلم بقى عن عيوب المعالج وهي الحاجة اللي ما عرفش ليه ايه ام دي عمل الكبه. اول عيب معنا وهو ان المعالج ده بيجي بستاشر ميجا بايت بس للاسف وده اعتبر قليل بالنسبة لدلوقت. هو غالبا مش هيعمل مشاكل بس هو كان الاحسن يبقى اتنين وثلاثين ميجا بايت طبعا مش فاهم الالسري كاش الالسري كاش ده هو يعتبر زاكرة تغزينية مؤقتة بتخزن ما بين او بتستعمل ما بين المعالج والرمات عشان توصل الاوامر اسرع وبالتالي يعني هي بتحسن تجانس المعالج والرمات وبتقلل وقت تواصل ما بينهم. فبتحس ان الجهاز معاك اسلس واسرع. بالنسبة للعيوة التاني وهو المعالج ده بيدعم اه اكس تمانية بس للاسف مش اكس ستاشر. طبعا ده مش هيأثر على حاجة حليم بس نفترض مسلا حبيت بعد اربع سنين تغير كارت الشاشة. فكروت الشاشة بعد اربع سنين مسلا هكون اقوى بكتير جدا من كروت الشاشة اللي مقنقود ده دلوقت. فبالتالي ممكن ده تعمل عنق زجاجة مع البي سي اي اي جين فور التمانية اكس. تمام كده خلصنا المراجعة مع انا اتكلمنا عن مواصفات المعالج وليه تشتريه وتجربته في الالعاب وتجربته في انتاج المحتوى شوف ده اللعقة هو مصبتك. فانت بقى انزل دلعني وحط لايك للفيديو واشترك في القناة وفع جرس التنبيهات عشان اوصل لالف مشترك. وبس كده كان معاكم سيليكون اكبر السلام عليكم يا سيليكونين.